هل يا فرس طبيعي ان انت بقيت الفرق على المباراة وبتشوف نجوم عالم وشيء جميل جدا منظم بشكل عالمي ويبدأ معلق مصري في هدف بيحتفل سالم الدوسري بالقفزة بتاعته وهدف جميل بالفعل فتلاقي فجأة جاء امام عشور انا مش قادر استوعب الاستدعاء ده على اي اساس ولقطة امام عشور كانت في تدريب وبيقدمهمة وطنية مع انتخاب مصر بصة اوسامة يعني انا بحاول افهم القصة جات له ازاي يعني الموضوع غريب جدا يا جماعة وزي مؤسامة قال لكم القصة ملهاش علاقة بمباراة ما بين الهلال والنصر او حدث رياضي سعودي بالعكس كلنا كنا بنتابع كلنا انا كنت بتابع وبكتب خلال المباراة ومتفاعل مع الاحداث وكنا سعداء بالشكل اللي احنا بنشوفه ويا جماعة القصة مش خناقة بالعكس انت عندك في السعودية اتكلمنا قبل كده الناس بتعمل الهومورك بتاعها الناس بتذاكر الناس بتشتغل الناس عايزة تظهر بافضل شكل الناس عايزة تبرز الشيء الجميل عنهندها والسلبيات تحاول تزقها او تقلل منها او تعالجها طب انت كرياضة مصرية ما عندكش امور ايجابية عندك عندك امور ايجابية كتير طيب كنت ممكن ابقى مدخل القصة ببعد تاني لو جا حد قلل قلل من الرياضة المصرية من الجانب المنظم للحدث او الفعالية الخاصة بالهلال والنصر ده انت اللي بيقلل منك وبيستدعيك في سياقات غير مفهومة بالمرة هو معلق مصري وده جماعة جلد ذات او محاولة لصناعة شيء غير مفهوم او حالة غير مفهومة انت عندك النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي واحداث تخص منتخب مصر انت المفروض تكون حساس جدا في الكلام عنها وانا مش فهم يا جماعة هو ليه التبرع بالتقليل مننا محدش طلب منك محدش قالك تعالى قلل واحنا يا جماعة ده الاستاذ وليد فراج الاعلام السعودي الكبير واللي ليه باع في الرياضة لما حصلت مناوشات وتعملوا بعض الفيديوهات الساخرة منه وبعد ثلاثية الاهلي على الاتحاد الرجل طلع الخطاب يعني وبمنتهى الفكاهة وبمنتهى الروح المرحة وانا كنت بهزر معاك يا مصريين والاهلي كذا وكذا وكذا وهو اعلامي سعودي انت كمصري ليه بتروح لبعد تاني ليه قبل كده من وقت كاس العالم للانديا برضو كنت تستدعي الاهلي وتقول اصل الكاس العامل اللي عنديها دي بطولة مع العفش هو ايه الفكرة؟ يعني اصلا يا جماعة انا عايزة ابقى متصق مع ذاتي القصة عند متحة شلبي مع احترامي وانا عشان اكون امين هي مش مرتبطة بس بانه هو بيعلق على مباراة في السعودية او كده لا هو طبيعته هو عنده دايما شعور انه هو يقلل من الحاجات اللي هي بتنور في الرياضة المصرية لاعب زي امام عشور بتأثيره وبقيمته الفنية هنا مش اهلي وزي مالك انت ليه بتحطه في مقارنة مع سالم الدوسري وهو لاعب كبير جدا وتخيل يا اخي ان بالمصادفة النهاردة وانت معلق اشوف احد الاصدقاء السعوديين منزل حاجة لسالم الدوسري ويتحدث انه هو احد القوة النعمة للرياضة السعودية مصادفة غير طبيعية وعلى فكرة بمعزل عن قصة امام عشور خالص الراجل السعودي ولوه باع في الرياضة ووظيف لبرامج كتير جدا كان بيوشيد يا جماعة ان هذا اللاعب سالم الدوسري لم يأخذ حقه ليه قال كده لانه شاف الكلام على لاعبين في قطر والكلام على لاعبين في الاردن وهو قال لا لازم ناخد بالنا ان عندنا قيمة سماعة سالم الدوسري حلو جدا وبرافو وشابو وشيء جاي جدا ودورك كاعلام انك تعمل كده طب على الجانب الاخر هو انت ايه مشكلتك مع النادي الاهل وليه استدعاء وليه اقولش الصورة كاملة يعني انا احنا هنا لا ننكر ابدا واقع واحنا هنا لما بنكلم المشاهد دايما بنعتمد انه هو يصدقنا في كلامنا احنا عندنا مشاكل في حاجات كتير جدا عندنا امور كتير جدا تخص اتحاد الكرة وتخص الملاعب وتخص التصوير وتخص الجودة محتاجين ان احنا نعمل له اوب جريد واروح لحتة تانية كل ده مش مختلفين عليه وبنشوف امور كتير جدا واستضافت فعاليات حاليا وبناء استدادت وبعض الامور اللي رايحة في طريق ان انت لأ لازم تبدأ تشتغل في الملف ده لان انت طبيعي عندك دور مهم ومشغلين فيه ولكن على الجانب الاخر لما انت تستدعي ليه بتستدعي الصورة الوحشة بس يعني ليه قبل كده تامير بدوي برضو في احد التحليل على المباريات سيبك من التعليم من نادي الاهل اللي حصل في مواجهة الهلال لا ده كمان حتى في نهاية الستوديو راح قال شوف شكل لتسليم الكاس شوف لا ده احنا عندنا ما بيحصلش ده النور بيطيق ليه يا جماعة هو فيه ايه ده احنا تعلمنا كده بالفترة يعني بالفترة محدش بيروح في مكان تاني عند جاره يتكلم على بيت اهله ده حاجة كده في التراص الشعبوي المصري هتلاقي دايما كده عمرك ما تروح تقلل من بيتك ولا من اهلك وانت عند جرانك عمرها ما بتحصل بل بالعكس بتحاول تتباهى بنفسك نقول نهضة كذا 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 وشغل كذا كذا وتطور بنشيد بيء وعايزين نشتغل على نفس المستوى عشان يبقى فيه منافسة احنا عندنا الاهلي مع ذلك بيعمل نتائج في كاسة العامل الأندية تلت برونزيات في الفترة الأخيرة بيكسب الهلال بيكسب الاتحاد وايضا نادي الزمالك عشان يكون امين قدر يتخطى يتعدل مع نادي النصر وكان متقدم والنصر بكل نجومه النادي الزمالك موقف مقيد النادي الزمالك قدر يواجه الهلاء الاهلي السعودي وتفوق عليه ابدأ اتكلم بالسلبيات والإيجابيات امام عشور ده لعب تعرض للترجاج في المخ اثر فنيا بشكل كبير جدا على حظوظ المنتخد استدعاءه للشماتة والسخرية وعلى قدك وايه لغة الحوار دي امام عشور لعب كان بيلعب في اوروبا امام عشور قيمته التسوقية تكاد تكون نفس قيمة سلم الدوسر ان ما كادش تتجاوزها بشيء بسيط امام عشور لعب دولي في منتخب امام عشور مسجل في الاتحاد السعودي فاعطيه قدره انما النوع ده من التقليل الغير مفهوم بالمرة انا بقول هو فعلا تدني في المستوى وتدني في التعليق وانا كنت اتمنى اشانا اكون صريحة ان يخرج اعتذار عن ما حدث من هذا المعلق من سلوك غير محترف وغير مهني وليس في اي ضوابط تحترم قيمة تيشرت منتخب مصر وقيمة لعب يمثل النادي الاهلي النادي الاكبر في افريقا والشرق الاوسط ويتم التقليل منه بالشكل ده واستدعاء استدعاء غير مفهوم وغير مبر كنت تتمنى ان يكون في اعتذار وان هذا الرأي السيء والرأي يعني الغير مجبول بالمرة يمثل المعلق ولا يمثل ابدا ابدا اي شيء اخر لان يا دي المشاعر احنا بنفرح بكل الناس اللي بتعمل اي خطوات وبنفرح لاشقائنا وتكلمت يعني انا حتى قلت بشكل شخصي مرح انا عندي اصدقاء في السعودية كتير جدا على مدار سنوات لم ارى منهم الا كل جميل وكل طيب والعلاقة على عجم الماء يكون الناس بتتمنى لنا كل خير ولكن ان ييجي معلق لا يقدر حجم هذه الاشياء وبكلمات منفلتة يا اسامة يسحبك في حتة تانية خالص بشوف ان ده سلوك غير مسؤول بالمرة مع التقليل من لعب كبير كان الاجانب والاوروبيين بيشيدوا بيه خلال بطولة افرق